السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذي في السنة الثانية متوسطة لحتى أولياء تلميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة ما أكون أستاذي اسمين ويلا أبنائي وبناتي ندروا اليوم وضعية إدماجية مقترحة لاختبار الفصل الثاني في مادة اللغة الفرنسية إذن طبعا وشنا نقرأ في اللغة الفرنسية قرينا لا فابل وش قلنا لا فابل هي عبارة عن قصة الشخصيات التحرائيسية عبارة عن حيوانات معتها بين الحيوانات صرت قصة وندو منها عبارة اللي قلنا نسموها لاموغال أوكي هادي وشنو معتها لفابل إذن يلا أبنائي شفنا لفابل يعني الغني يعني تعرفوا للمشهورة ما بين النملة والصرصول اللي قلنا لفوغمي إلا سيقال دونك عندي هادي يقول لنا نسميها فابل أما بالنسبة للاختبار أبنائي يقدر يطيح لي ولا يعني الأكثر وش يطيح لهم في الاختبارات الأكثر هي البون دي سيني دونك أبنائي وشنو هي بون دي سيني معتها يعطونا دي دي ساعة كا مفهم كيمان لعنا وكل واحد وشاوي يقول معتها لا سيقال وش تقول لا فوغمي وش تقول حتى يكملوا القصة تعلم مفهم إذن يلا نوريكم كيفاش لفابل التاعي معتها القصة عادية كيفاش نحولها إلى بون دي سيني دونك يلا نبدأ مثلا لحنا وش قلت لكم أبنائي دوما اللي حطوها لكم الفوقة نسميها كارتوش أن كارتوش معتها يبدأ يحكي لي وش هو يصرى في القصة تعي أنجوغ دي تي بارضون زي ما في يوم من أيام الصيف لا فوغمي تخافي كانت تخدم لا سيقال وش كانت تدير الشانت اوكي يتستيغام عنتها هادي يحكي لي زي ما يعطيني كم حنا نقوله ملخص أو موجز وش يصرى لي في القصة يلا هلا بون دي سيني تاعي تبدأ مننا يلا نبدأ ومثلا توك توك قلنا هادي نسميها لك أختوش هادو تاع الأصوات وش نسميهم 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 اونوما توبي معتها تتحدث عن الأصوات اللي يخرجوا مثلا من الدق دقة ولا الصراخ إلى غري ذلك يلا نبدأ بلا سيقال هي اللولة زعمة اللي دخلت يعني بش تتكلم معا فورميل اللي هي النملة دانك لا سيقال وش تقول تقول سيل فو بلاي بخيتي موا كالك غران جي فان اجنو تخوف غيا امانجي معنتها وش قاتلو لا سيقال لا فورمي الصرصور قنملا من فضلك اعطيني شوية حبوب ولمكلا لاني جي عان وما صبت حتى حاجة ناكلها يعني هذي جاها في فصل الشتاء هي وكان يعني يغني قلنا في فصل الصيف تلاحظوا وش قلنا هذي هذي نسميها بولد باغول معنتها كما احنا نقولو دائرة اللي رح يتحدد فيها اوكي دونك هذي اللي تحدد فيها نحطها هنا اوكي يلا نشوفو لا فورمي وش قاتلو وشن هو الرد تحا ووش كان طلق قاتلو ديجاج جو نوو دن غيان معنتها روح ما نحن نعطيك والو كسكو فزي باندان لاتي وش كوتت تدير في فصل الصيف كي كانت الحشرة تجمع في القوتة تحا انتا وش كوتت تدير دونك لا فورمي هذي هي لغيبان ستحا كيف كيف نديرها في بولد باغول معنتها هذا اوكي اذا يلا دونك وش يقولها نفس الشيح يجاوبها وش يقولها جو شنتي اي دانسي تول طن معنتها كوت غير نشطح ونرقص كي كوتون تومات تجمعو وشنو في الغذاء التاكم دونك وش تقول لو الاخراء آه برافو جو غفوز تدير دو تدير متنان معنتها الان انا ارفض مساعدتك اوكي دونك هذي وش نسموهم قولنا بولد باغول هذي نسميها تاختوش لانو حي سقسين عليها في الاختبار كي ما شفناها ونو ماتوبي عنا كذلك ابنائي قولنا لاموغال اللي هي العبران اللي نخرجو بيها معنتها مثلا العبرة اللي نخرجو بيها في هاد القصة التاعي باللي اللي يخدم يلقى مثلا الجهد التاعو الى غري ذلك معنتها كيف 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 ما شفناها في الاختبار لكن حداري لازم نفرق هذي وش نسموهم سموهم بوندي سيني معنتها يجي عبارة عن شخصيتها كرسومات وانا نهدر وش يقولو اما هذي كي نكتبها بلا رسوم او اي شي هذي نسميها لافابل اوكي والاسح قوتلكم هذي يعطوها لكم في الفرد وهذي الطيحنة في الاختبار اوكي ونفس الشي سواء لسواء او لا لافابل لي ما بين لا تخطو للابن اتستيغا على الحسب وش عندنا ان شاء الله في وش حيط احنا في الوضعية لدمجها وفوما بنى ايضا كان هذا بالنسبة للفيديو تعلنها اليوم كالعادة اللي عنده اي سؤال لا استفساري خليه لي في التعليقات نجاوب ان شاء الله عليه في اقرب وقت ممكن وكي ما قلكم كالعادة بتوفيق ان شاء الله